اشتركوا في القناة من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصلي عليهم إن صلاتك سكن لهم والله سمع عليم سورة التوبة الله يأمر رسوله أن يأخذ جزءا من أموال الناس أو الأغنياء تحديدا لتكون طهار لهم وتزكي لهم ولأموالهم ولأهلهم طيب كيف نفهم هذا الكلام علميا؟ يقول العلماء أيها الأحبة إن الإنسان الذي يتصدق بشيء من المال فإن هذه الصدقة كلما كانت أكبر كلما كانت سعادته في الحياة أكبر وكلما كان هذا الإنسان يتمتع بعلاقات طيبة أكثر وبثقة بنفسه أكبر سبحان الله طيب لماذا أنا أكنز هذا المال وأراكم هذا المال وأحرم نفسي من هذه الميزات؟ سبحان الله يعني عجيب بعض الناس يكنزون المال وينسون أنفسهم آية ثانية الحقيقة في هذا الجزء الحادي عشر من سورة يونس يعني فيها إعجاز علم غريب فعلا لم ينتبه له العالم إلا في العصر الحديث الله تعالى يقول هو الذي جعل الشمس ضياءا والقمر نورا وقدره منازل لتعلم عدد السنين والحساب ما خلق الله ذلك إلا بالحق يفصل الآيات لقوم يعلمون سبحان الله ما معنى الضياء والنور؟ الشمس أيها الأحبة ثبت علميا أنها فرن نووي ملتهب وهي مصدر الضوء القمر ليس مصدرا للضوء إنما يعكس ضوء الشمس بالإضافة إلى أن تربة القمر فيها ميزة أنها تطلق بعض الإلكترونات والأشعة نتيجة انعكاس ضوء الشمس عليها وتقوي هذا الانعكاس يعني لو كان محل القمر كوكب آخر كويكب آخر لا يعطينا هذه الإنارة القوية تربة القمر لها ميزة أنها تعكس الضوء بشكل عالي جدا لذلك سماه الله وقمرا منيرة طب أنا أريد أن أسهل النبي عليه الصلاة والسلام في هذه السورة سورة يونس سورة مكية ما الذي يجعله يدخل في هذه القضايا العلمية؟ ما الذي يجعله يقول الشمس ضياءا والقمر نورا وفي كل القرآن لا يخالف هذه القاعدة دائما القمر نور لا يوجد في القرآن القمر ضياء مثلا من أين جاء بهذا العلم؟ وكلنا يعلم أن القمر كوكب بارد يعكس فقط أشعة الشمس بينما مصدر الضوء هو الشمس التي تحدث فيها تفاعلات اندماجية نووية تولد الطاقة والحرارة والضوء والله إن هذه الآيات لتشهد على أنه رسول من عند الله صلى الله عليه وسلم ترجمة نانسي قنقر